أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا بحضراتكم في الحلقة رقم 12 من الموسم الثالث من برنامجنا آياتهم بعلم حلقة هذه النهاردة هتبقى يعني مسيرة للجدل وأنا بصراحة أكش عايز أتكلم في الموضوع دوات بس في ناس طلبوا مني أن أنا أتكلم عليه وأوضحه وإحنا لسه مع الجمال برضو مع الإبل فمعلش إيه نستحمل بعض كده شوية من غير من نزعل طبعا عايزين نتفق إن سيدنا محمد كان من أرقى الناس ومن أرقى البشر ده بشهادة أعداءه قبل شهادة الناس اللي بينتموا لديانته أو الناس اللي عاشوا فقط الصحابة يعني ما شفناش أي حد قال عليه أي حاجة وحشة في تعاملاته أو في شكله أو في أكله أو في شربه وده ما حصلش بشهادة أعداءه قبل شهادة آآ الناس اللي عربين منه آآ وأنا دورت في الحديث ودورت في السنة ما لقيتش ولا حديث سابت حتى أو يعني نص نص بيقول إن سيدنا محمد مسك دبانة وغمس جنحانها الاتنين في مية وشرب أو في لبن وشرب ولا لقيت حاجة بتقول إن هو مسك شب كده عصير بولي الابل واربعة ما حصلش مش موجود لكن موجود عنه حديث قالها عن الزباب وعن البولي الابر فيه بعضها قد يكون ضعيف وبعضها لا يعني من الأحديث المؤكدة في معظم كتب السنة منها حديث شرب بولي الابل آآ هي القصة باقتصار كده إن جامعة من البادية جمل مدينة وبعد ما دخل المدينة تعبوا وجالهم احساس بالتعب وعلى فكرة تكون إن حضرتك تسافر من مكان لمكان دلوقتي العلم أثبت إنه كافي إنه يسبب لك غصيان وسيبب لك آآ واجع في معدتك وقد يسبب لك آآ ضيارية أو ترجيع يعني ترجيع أو اسهال ده ده ورد جدا الاختلاف البيئة المايكروبية اللي انت بتتعامل معها اللي احنا في سنة ده ده بتختلف وجسمك مش بتعود عليها فأوارد إن انت تتعب. فهم لما تعبوا لما وصلوا بال firms سيدنا محمد نصحهم بشرب بول الابل اللي موجود فيني اللي موجود في المدينة فهم شربوا منه وخفوا. الرواية بعد كده انقسمت إن بعضهم في ناس بعد كده اللقودت رواية بتقول إن هم اسلاموا واقعدوا في المدينة. وفي لواية بتقول إن هم ما ما اسلاموش خالص والموضوع ما كانش فارع معهم بعد ما خفوا فى ناس بقولوا لقدوا الاسلاموا بس اول ما خارجوا من المدينة ارتدوا قتلوا الراعي اللي كان معاهم اللي جاب لهم البول ويعني فيه الخبيب بقى. واحنا بقى قسمنا بقى النصين. النص اشربوا بول الابل لازم ان نشرب بول الابل سيدنا محمد قال نشرب بول الابل لو عاملين خناقة وهيصلوا زنبليطة. النص تاني يا العرف ده. طبعا انا ولا اقدر لهم دول ولا اقدر لهم دول. الصح بقى فين? يعني احنا بنتكلم من نقطة نظر العلم. العلم بقى بيقول ايه فقط في الخناقة دي. هل ده صحيح ولا غير صحيح علميا? وحنا اتفقنا او انا من المدرسة دي لو القرآن قال حاجة سيدنا محمد قال حاجة الحاجة دي صح. اختلفت مع العلم العلم يتصرف. ده رأي انا الشخص. بس ده رأي كراجل مسلم ما ينتمي لهذا الدين. لكن رأيي كعالم قد يختلف. اقول لك احنا عملنا تجارب لانها بطول الكلام ده مش مزبوط. فاحنا هنعمل تجارب تانية نحاقها في قصة علمية. طيب. هل بق شرب ببول القبل? ليه فوائد ولا مولوش فوائد? خضركم لو تفتكروا كده في تنين وتسعين تلاتة وتسعين اعتقد لما حصل زلزال الاكتوبر المشهور في عمارة واقت في المصر الجديدة. حتى كان اسمها ممارد فلانة مش هنسكر اسماء. وبعد اسبوعين تلاتة تقريبا طلعوا واحد من تحت الانقاض في دلعايش لمدة تلاتة اسبعية تحت الانقاض. برضو مش هول اسمه معلش احترامة للخصصية وبس ان المصر كلها هنفود عارف اي اسمه يعني. لما لون تقعد الفترة دي كلها ازاي يعني. فالراجل قال لهم انا كنت بشرب البول بتاعي. وفي احداث كتير قوي في مناطق مختلفة من العالم الناس اللي تنقطع بيهم السبل زي اللي تحت الانقاض اللي بيتوه في صحرا اللي بيتوه في بحر يعني ما عندهمش رسورسز اكلة او شرب كانوا بيضطروا ان هم يشربوا البول بتاعهم هم عشان كمصدر الميا والاملاح عشان ما يموتوش لان انت لوش مثلا او انت في الميا وفي مركب وفي البحر والمركب يعني تاه منك او انت مش عارف مش عارف سكتك لو شربت مرة البحر رح تموت. لكن لو شربت البول بتاعك مش هتموت. انا قصدي ان احنا عندنا احداث حصلت في في حتة كتيرة قوي. الناس اضطرت تعمل دوات الناس اضطرت تاكل لحم بعض حرفيا ياكلوا لحم البنادمين ياكلوا لحم زميلهم. فاكتر من حادثة مسبتة. ومش هزا اقول لكم ده حصل فين كمان. فالناس في بعض الاحيان بتضطر تعمل حاجات في الاحوال العادية هم ما بيستغربوها يعني ما مستحل يعملوها. لكن في بعض الاحيان لما بيضطروا بيعملوها. طب ده في حالة الاضطرار. في حالة بقى غير الاضطرار. لما انا دورت بقى لقيت ان بول الحيوانات. بلاش بس ايه الجمل. بيتشرب في حتة كتيرة قوي. في امريكا الجنوبية. في افراقيا حدثوا على حرج. جزيرة العرب كلها بيشرب بول القبل قبل البيعسة كمان. يعني قبل سن محمد بول كده هم كانوا متعاويدين كده اهل 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 السحرة كلهم بيعتمدوا على بول القبل في العلاج كسير من الامراض. زيه زي الحاجات المنتشرة في البيئة عنده ما هو بيستخدم حاجاتها في اللي بيئة عنده عشان يستخدمها للعلاج. في افريقيا كذلك. حيوانات بتعملناها بصفة مستمرة. يعني حيوانات افريقيا اللي ما مدرسها سواء الفيلة او القرود في فيديوهات كتير قوي. انه المشمش مش بس بيكونسيوم او بيستهلكوا البول بتاحهم. لا دول احيانا بيأكلوا البراز بتاحهم. يعني المشهور قوي ان الفيلة بتاكل براز الفيلة نفسها. وده طلع ليه يعني اهمية اهمية فضيعة. ليه. فسانا بس اتعصنعها مني المفيد دلوقتي او الغريب. فعلى مستوى الاضطرار الناس عملت كده. وعاشت عاشت. على مستوى او البيئة او العلاج الطبيعي. الناس عملت كده عملت كده. ده على على مدار التاريخ كل في كل حتة في الدنيا. فالبهيفيار دوت او التصرف ده كعادة في بعض المناطق اللي بتعتمد على اللي حواليها عادي جدا. طيب نيجي بقى الرأي العلم. العلم اللي ايه? العلم اه في انا عندي نزلت بحثين هبقى ممكن ابيبعتهم لحضراتكم اللي عايز. نزلت بحثين. البحثين اه بحث منهم مصري سعودي. وبحث منهم اه منشور الناس ماليزيين. الاتنين منشورين في مجلات انترناشنال. اه مجلات علامية يعني. اه بس انا حبيت ادور على اه يعني اه. الناس يكونوا جايين من حتة مختلفة. فبحث الاولاني ده ما بين دكاترا مصريين ودكاترا سعوديين. ومنشور في جورنال اه اه او جورنال الطب البطري. وفي بحث تاني ماليزي. اه برضو نشرين الناس من الماليزيا في مجلة اه انترناشنال. مجلة علمية انترناشنال. بيقولوا ان احنا لقينا فوقت كتير قوي. للبول مش لشوربه. لبول القبل. مضاد الاورام. مضاد الالتهابات. مضاد للبكتيريا. بيعالج من مرض السكر. حاجات كتيرة قوي كده. اه وانه هو طبعا في نفس كمزدوشة بتاعت اليورم بتاعت البناء ادم. واليورم بتاعت الفيل. واليورم بتاعت الفهار كمان. اه في املاح نسبة املاح كتير قوي. احيانا الاملاح دي بتبقى مفيدة. في نسبة احماض امينية كتير قوي. اه في نسبة اه بعض بعض النسب من الدهون. يعني كمادة غزائية وكمصدر الاملاح وكمصدر المياه هو كويس. في بكتيريا لأ الا لو انت جيبته من جمال عيان. ودي حنرجع لها كمان شوية مش اي حاجة تتعرب. وفي نسبة من الاملاح اللي احنا محتاجينها اه لكن في نسبة من املاح زيادة لمدة دروني اه برضو موجودة. بس الكيميات قليلة. ونقدر نتخلص منها. وآآ ده مش كبه بس ده في اه مش حاضر ساميه مادة ان ده في اه برائطين اختراع بتسجلين واحدة في اوروبا واحدة في امريكا. على استخراج علاج من بول القبل في صورة حبوب بودرة حباية. واخدها واخدها رقم برائط اختراع. وبتنتج على اساس انها منتج طبيعي. اه انا لسه ما دورش عليها في الصورة ولا لا اه هشوفها هي بتتباع لو لا او كحاجة طبيعية استخدمة في العلاج ولا اه بس يعني حتى الحضارة الغربية قبلة دوت انها تستخدم بعض منتجات الحيوانات الغريبة في العلاج. فالعلم بيقول مفيش مشاكل بس ما هو. مش اي مش اي بول يتشرب. مش هقول لك دوقتي يروح حط بوقك في الجمل واشرب البول بتاعه يعني ما ينفعش. ما ينفعش. لان لو جمل عيان حيموتك. الاعلى لا الاسوأ من كده انا في اخر زرها لايه في امريكا حضارت محضرة على واحد استخدم. نركز مع بعض اللي انتو ارفانين من بول القبل. زي زيك انا برضو انا ما عنديش استعداد تعمل الحركة دي انا يعني واحد استخدم براز البناء دمين. لعلاج البناء دمين من الالتهاب المزمن للامعاء. زي ما اقول لكم كده العنوان يعني يعني المحاضرة. الناس اللي عندهم الالتهاب شديد في الامعاء لان انا بيبقى فيها عندهم اللي خبطها في مايكرو جازم او في البكتيريا اللي الموجودة في معادته متخلي جازل ما انا يهاجم الماء ده باختصار شديد يعني. الراجل ده اهل انا عايز اعيد دوت وعايز ازبط الاجواء اللي جوه المعدة ازبطها ازاي انا ما عارفش ايه الكائنات الدقيقة اللي ممكن تبعيشها جوه. فجدت في الماء فكرة ان هو يستخدم براز من بناء دمين سلام. ياخده ويخسله وينظفه ويستخرج المواد الفعالة اللي فيه لها الحالة دي البكتيريا اللي موجودة فيه ويحقنها في امعاء الناس اللي عندها كالتحاب الامعاء الدقيقة كما لد مزمن. طبعا قلبت الدنيا عليه ولان ايه هاجت وقال له لأ انت لازم تتقول لنا حتجيب البراز ده منين وحطوله شوية كريتيريا ان انت لازم تجيبه من راج شخص ساليم يعني مفيش في اي شعر ما عنده صداعة. مبيعيش. مش من اي بني ادم عادي. الراجل عمل التعليمات بتاعتهم وجاب السامبل دي وعمل لها دوت واستخدمها حقانها في امعاء الناس العينة وخفت. خفت يعني بطريقة زي ما اقوله كده اجازية. وده بقى علاج دلوقتي بيستخدم زي ما بننقل الكالية وبننقل الكابت بننقل براز من واحد للتاني بس بتعمل له بتعمل له مهالجة بتشال منه الحاجات المش كويسة واستخلص بس منه الحاجات اللي تنفع. فايه المعنى ان احنا كنا عملنا دافل بنقدمين في بنقدمين وعالجنا بنقدمين. المانة احنا نعمله في بتاع الجمل ونعالج بنقدمين لو انا عايخده دوت اشوف ايه المفيد اللي فيه واستخلصه واشوف ايه اللي دار وارميه وابعده. وعندنا من الطرق المعملية الكبيرة جدا في معامل مصر كلها في عامل عالم كله انها تعمل دوت واستخدمه ازا المدلسن ازا علاج. هل ده وارد اوارد احنا بنستخدم اجي ما احنا بنستخدم الخنافس لنطلع منها الول احمر اللي موجود في اي منتج غزائي او موجود في اي مكياج ده جاي من نوع من انواع الخنافس. اكل الحشرات في العالم دلوقتي بقى معادي خالص احنا داخلين على ازمة غزائية عالمية هتضطرين ان احنا اكل حشرات وبكميات حيبقى حل ازمة الغزاء الاعلامي اكل الحشرات. ده مش كده بس احنا عندنا دلوقتي توجهات دولية لاستخراج اكل من القمامة. طبعا احنا بتدينا بقمامة الفنادق يعني اللي زبالة الاكل زي انا بيقوله واحد. نحاول نطلع منها منتجات غزائية نسد بيها بعض المجاعات في حتا كتيرها في العالم. احنا بتدينا نفكر في حلول بول القبل بالنسبة لها اه حاجة جميلة قوي. يعني حاجة يعني كده منعشة. لو سألتني انا رأيي الشخصي اعمل دوت لأ. انا اتعبت اروح اشرب جيب كوباية عصير بول القبل وعالفاكرة فيه منتج بيتباع بنزل لكم صورته عصير بول القبل. لا. لا. ليه لان انا معرفش ده اتعامل ازاي ولا اتخلط ازاي. لكن هل احنا لقينا فوائد لقينا فوائد. على الفكرة فيه بحث كمان لقيتوا يقول لا ده ملوش اي تأثير خالص وان احنا جربناه على العينين اللي عندهم كانسر ومخفوش بالعكس دول اه مرضهم زاد. اه ده طبعا حضرتك تجيب عينا عنده كانسر وتعالجه بحاجة طبيعية مش هيخف ده حيموت في ايدك. لان احنا عندنا بعض الامراض المستعصية. انا ممكن استخدم حاجات علاجات يمكن تقضي على المرض وتقضي على بناء دم نفسه. حتى امراض الكنسر في محلها متأخرة نستخدم علاجات بتاعها كاكيمو السيربي اورادي السيربي فضيع جدا. فانت لو ما موتش بالمرض هتموت بالعلاج. فجات بقى يعني جات على دول بقى مش هشرب مبول القبل بس هو قال انه يعني ما عندهمش ما حصل لهمش تحسن. طبعا همش هحصل لهم تحسن. لكن ليه تأثير وقائي ليه تأثير وقائي. ليه تأثير ضد البكتيريا وضد الالتهابات وضد مرض وبيحسن اداء مرض السكر. اه. ليه الحاجات دي كلها اسبتت علميا. اشربه كده لأ. اشوف ايه المادة اللي فعالة اللي فيها واستخرجها اهلا وصلا انا ما عنديش مشاكل. لكن اللي هو اه يطيق زلك ان هو يشربه زي ما هو كده هو. ما اقدرش اقول له لأ. طالما انت عارف مصدره من اين هو جاي من اين هلا هو نظيف ولا مش نظيف. هلا هو نظيف. قال الجمل ده سليم مش سليم. عيان مش عيان. يا جماعة في في حاجات كتيرة قوي. وربطه بقى بمعجزة. يعني الناس بقى اللي خذت الموضوع دوت. وقالوا اهو انتو العطول وفايدة علمية عشان تعرفوا ان سيدنا محمد فعلا ان رسول الله وان الاسلام هو الدين الحقيقي دي بقى دي الكارسة بتاعتي. ان احنا استخدمنا دوت. لما بقول لك موجود في في كل ده في الهند مش عايز اقول لك في الهند بيعملوا ايه? فراجع الافلام الهند مع البقر بعملوا ايه بقولوا البقر دو بستحموا بيه. ليه فوايد ليه فوايد. هنقول بقى ان ديانا بقى البتاعاتهم دي بقى ديانا سماوية وكده. يا معا ما ينفعش. ما ينفعش اثبت نبوت سيدنا محمد بان هو قال لناس اشربوا بقولوا خفوا. لان ده موجود اولا في حضرات العالم كله. ثانيا في ناس ممكن يشربوا ويعيوا. في ناس عاملوا ابحاث لان هو ملوش فايدة. في ناس عاملوا ابحاث لان هو ليه فايدة طالما العلم. وانا قطر لكم من اول حلقة العلم المتغير. الدين بتاعنا سابت. ما ينفعش اسبت السابت بالمتغير. اه دلوقتي الناس اللي قالوا ان هو ليه فايدة. وبيقللوا بقى قادي سيدنا محمد ومعجوز السيدنا محمد على راسي من فوق. طب الناس اللي ما قلوش فايدة بقى. هيقول لك ما هو? اه ده ده بيكتب وما معرفش حاجة وبيقلف وانتوا ما تقلفوا الدين بتاعكم ولا حاجة. احنا ليه نحاول نسبة الدين بالعلم ما ينفعش. ما ينفعش نسبة الدين بالعلم بعد اذنكم يبعدوا عن القصة دا. لكن سيدنا محمد قال حاجة فيها ترابط مع العلم اهلا وسهلا صح جميلة. القرآن قال حاجة فيها ترابط مع العلم صح. لكن العلم بتاعنا صحيح وليه يقول له سيدنا محمد صحيح. العلم اللي بقى اتفق او اختلف. انا اثبت العلم بالكلام بتاعنا بقرآن وبحديث سيدنا محمد ولا اثبت القرآن وكلام سيدنا نحمد بالعلم عشان دي ازمتي بقى الناس اللي بتحلل وتقول لك ده اثبات النبوة واإبات القرآن. انتم كده بتضره النبوة والتضرر القرآن. انا 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 اريد بحث اطلع كلام دهogo goed onder. لكن فيه توافق? فيه توافق شديد جدا اشربه. يعني لو انت معندكش غير وتكرى الله لكن لو في بدائل تانية لا. يعني بدل مااخد عندي اقص في معادتي بدل مااخد في الاجيل اخد بول الابل. لأ انفعش جمعان. ده هريج. لكن انا في الصحراء وتعبت. ده مش عايزوكم الابل بيستخدم في اف الصحراء كمان في حالة التوارئ. ان اهل 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 الصحراء لو قامت عليهم عاصفة عاصفة جمدة يعني ممكن يموتوا من من التراب والعاصفة الترابية اللي بنشوفها دول. فانتو عارفين بيعملوا ايه دول? بيتضحوا الجمل وفضوا معدته. ويعودوا جوا يعني اعملوا تجويف كانوا زي يبقى اخير ما كده يقعدوا جوا لحد ما العاصفة عدي. نجمع الجمل ليه استخدمات كتيرة قوي. انا في طارق في الصحراء ومعايا الجمل بتاعي وتعبت اه ممكن اشرب انا ما عندي حلموت. يبقى اشرب البول بتاع. لكن في المدينة ما عندي ادوية اروح اشرب بول الجمل ليه? انا مش فاهم. حالة النار ده طولت قوي لان الموضوع بيخ ولكن الناس من غطيه. اه فيه اثبات بتقول ان فيه فوائد للحاجات دي ده مش جمل بس ده حيوانات كتيرة قوي. اه تمام سيدنا محمد قال الجمل ان ده اللي عايش في البيئة بتاعتهم. هل ده اعجاز? قد رسميه درجة اعجاز نبوي? اه طب والحضارة الهندية اعمل في ايه? والحضارة الكنية في كينيا بشربوا الدم بتاع الفيل كمان انه الدم بتاع الجمل. اه لانه فيه فوائد وشرب الدم في حضارات كتيرة قوي ليه فوائد كتير قوي على فكرة بتاع الحيوانات. احنا عندنا محرم ان احنا مشربوا. طب انا بقول لك بقى ما شرب الدم ليه فوائد. وانت محرمه ويبقى انت ايه بقى? يا جماعة بندخل نفسنا في حتة ما نطلعش منها. لو سمحتوا. لو سمحتوا. ما حدش يقول ده اثبات للقرآن ولا اثبات لنبوة سيدنا محمد. والله هي بقى اثبات للدهانية الهندوسية والديانة اللي مش عارف ايه اللي في افريقية والديانة الايه? لان احنا بنحرم حاجة هما شايفين ليه افايدة. ما وقفش الاسلام بتاعنا على شرب بقول الابن. حلقة طولت قوي مني سانا الموضوع دوت هو اساس البرنامج بتاعي. ان احنا نستخدم زواهر علمية الاسبات دلنا. ده غلط شديد جدا. فيه توافق اه فيه توافق. لكن استخدمه الاسبات قدني هتغيره لك. شوف اللي بقى تعمل ايه في الدين بتاعك. يعني حلقة طولت للمرة المليون اشكر لحضراتكم. ويعني اتمنى ان انا ان هكتفي بداه في موضوعات جمعية لغم ان فيه حاجات كتير او ممكن نتكلم فيها لانا ده هو اصل العشة في الصحراء اصل البدو. لكن هننقل من اول بكرة ان شاء الله و الى السماء كيف ورفعت. شكرا حضراتكم. واتمنى انكم تستفدتم من كلمتنا وكم حلقة اللي احنا اتكلمنا فيهم عن الجمل. وشوفكم بخدام ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة